أهلا وسهلا بكم ببدو تريد هل الكريبتو خسر معركته بمواجهة العملية السابتة؟ تصفيات صعود وهبوط بالاتجاهين من شر عم يسم تصفيات الـ Leverage Trading وأهم أخبار بتكون الكريبتو كله اللي حنحكي عنه اليوم مثل معواتكم أنا يوميا بدأ لكم آخر أخبار الكريبتو ارجوك ونسابسكراب للشانل وخلينا نبدأ أول شي خلينا نبلش بأهم خبر كان اليوم هو طلعت اجتماع دقيق اجتماع الاحتياط الفيدرالي الـ FOMC Meeting اللي قرروا فيه رفع الفايدة 0.25% كان المرجح لحيكون فيه رفع فايدة برا وحدة بعدها ولكن على عقب الاجتماع إلو اللي حيضلون يزيدوا الفوائد على كذا شهر يعني وعلى الأرجح لح تكون بعد مرتين في زيادة فوايده لح تكون 0.25% لأنه الإجماع وافق أنه 0.25% هي رقم كتير جيد وبعضها لحيثبته على فترة وما لح نشوف تخفيض بالفايد قبل سنة الجاي أو اللي بعدها هاك كانت دقيق الاجتماع وكان المحضر الاجتماع البونك الفيدرالي هاك كان ملخص أكيد كان فيه شوية سلبية أنه لحيمدوا زيادة الفوائد أكثر لو حيضلوا مسبتين الفوايد على فترة لأنه هذا عم يعمل تشدد قوي ولكن الإيجابية أنه قربنا ننتهي من الزيادات هالسنة غير هيك شو عمل البيتكوين؟ البيتكوين شفنا هبوط قوي إليه وصلنا لتقريباً 23.600 ورجعنا صعدنا وصلنا لـ 24.500 وهلأ ما باينا باينا يعني 24.300 حالياً هذا الترند بعدنا ما قدرنا نكسر معدل السعر على 200 أسبوع بعدنا هذا المؤشر كتير مهم لازم نكسره لحتى نكفي سعود حكي عنه كتير أنا بكذا فيديو حالياً رجعنا فتنا على التريانجل المثلث السعود ورجعنا ورجعنا ونزلنا تحته بأن نشوف زالح نضاين على 0.786 على الفيبناتش هون قبل ما نكفي سعود هلأ ما كان أحد الأسباب اللي شفنا هالهبوط ويرجع سعود قوي تصفيات على الميل تاني زي ما نطلع في آخر 24 ساعة شفنا تصفيات بقيمة 100 مليون دولار أغلبهم لونغ عالم عاملة لونغ قبل اجتماع الفيدرالي قبل ما تطلع دقيقة الفيدرالي تم تصفيتهم وشفنا هالشي قدى لهبوط 60% لونغ ولكن بنرجع ونشوف في آخر أربع ساعات آخر أربع ساعات بس الأغلبية عم بتكون شورت عم نشوف تصفيات أو حتى إذا بنحط 12 ساعة عم نشوف أغلبية العالم اللي عم بتم تصفيتها شورت لهذا الشي دفع السعر رجع سعودا يعني عم نكون تصفيات سعود ونزول انتبهوا كتير وعند تستعملوا leverage trading حاليا بالأسواق فيه كتير خطورة عم بتم التصفية على الميلتان إذا تحزير مني لكم غير هيك بحسب لأحد محللين كريبتو كوانت شوفنا اليوم تقريبا قبل ما الصعود بيّن تدفقات للعملات المستقرة على المنصات أكبر بكتير من خروج للعملات المستقرة على المنصات شو بيعني هالأمر؟ هالأمر بيعني أنه على المدى الأصير في احتمال صعود للأسعار ليه؟ لأنه العالم تنقل أموال الدولارات على المنصات بهدف الشراء هالشيء بيدفع السعر صعوضا ولكن على المدى الطويل بعد ما تم ملاحظة تدفقات كبيرة يعني رئوس أموال مليارات وهالأمو ما تم ملاحظته يعني هيدا بس على المدى الأصير ما أنه نصيحة استثمارية لكن تفسير المعلومات على الشبكة وشوفنا صعود بعد ما طلع هيدا التقرير هالشيء يجب أن نرأبه هلأ جاري جانسلر جاري الوصخ مثل ما منقله عم يلعب ألعاب مع المستثمارين يعني كل شيء عم نشوفه عم يحكي عن عم يلهينا بالكراكن بالتبع مع كراكن وعم يلهينا بالباكسوس والباكسوس بينما تحت الطاولة عم يعمل أمور ما بعرف يعني شوفنا هو والقاضي كاستل مثلا أجلوا المحاكمة تبع يعني حطوها وقفوها على فترة ولهانا بغير إشياء العالم ما عادت هالأمر أهمية هل في شيء عم ينطبخ؟ والله كلنا بنعرف جاري جانسلر أو جاري الوصخ دايما فيه أمور خبيثة من وراء خلينا نشوف حالات العملات المستقرمة بأنه بعد قرار جاري جانسلر ضد باكسوس وضد العملات السابتة البيو اس دي نخفضت بتقريبا 3 مليار دولار 3.7 من الذي ربح؟ البيو اس دي سي ربحت 1 مليار ولكن البيو اس دي تي هي أكتر واحدة ربحت 2 مليار دولار زادت الماركت كاب تبعه على الأرجح لأنها مركزة بهونغ كونغ خارج الولايات المتحدة وبعيدة عن سلطة جاري الوسط يمكن هذا الأرجح حلّا طلع هذا الشخص نحق لكم منه أول شي شوفوا هالشخص منه وقال أنه الكريبتو خسر معركته ضد العملات السابتة هالشخص هو مسؤول البنكة من الانترناشنال ستلمنت هو رئيس البنكة من الانترناشنال ستلمنت طلعوا وقال أن الكريبتو خسر قدام العملات الرائمية أول شي لا أعرف ماذا أريد أن أقول لنا يعني أدما البنوكي تنصب لحد البج أنت الثاني شغلة الكريبتو خسر معركته بعد ما بدأت معركته رأيوا كيف العالم يأتي السياسيين يدعموه مثلا الريبريزنتيتف طوم أمر يقول أن الفيدرالي لا يجب أن يعمل عملة سابتة للبنك المركزي لأن هذا يستطيع أن يرقب كل شي كأنه بإمارة يستطيع أن يرقب كل شي علينا أول شي نرى السياسيين يفوتوا على العالم ويدافعوا عن الكريبتو حتى غير مكسين ووتر أيضا أحد السياسيين في أمريكا تقول لازم المنظمين في أمريكا يعملوا قوانين واضحة على الكريبتو يجتمعوا بعض بين الساك بين سي اف تي سي بدون يحطوا شي واضح كيف القوانين يتمشي للعالم تقدروا تتمشي عليها ما فيهم يضلوا تركينا هيكو ويحاكموا عزوقهم العالم عم تجي وتدافع عنا شوفنا الصين عم تدعمها روسية يعني كثير مناطق عم نبلش نشوف الكريبتو عم يقوى أكتر وأكتر لذلك أنا ما بوافقه أبدا أن الكريبتو خسر معاركته أنا برأيي أن الكريبتو بعده مبلش ولا ليش عم نشوف كل العملات السابتة للبنك المركزي كل البنوك المركزية عم يعملوا عملات سابتة بالدجيطال أول شي أكيد هذا الشيء سلبي لأنه يستطيعوا يرأبوا الأمور ولكن هذا الشيء يعلم العالم عن الكريبتو ويدخل أموال على الكريبتو يعني أنا من ضدها لأنه يستطيعوا يرأبوا ولكن سنفوت أموال كبيرة على الأسواق لأن العالم ستبدأ تفهم كيف العملات السابتة وكيف تعمل الكريبتو غير هيك gate.io عم ترجع تفوت على هونغ كونغ هذه منصة gate.io ترجع تفوت على هونغ كونغ تركيات الويب 3 Ordinals هذه الشركة التي تعمل NFTs كانت على بيتكوين عملوا في فوكس فيهم يعملوها هن هي على اللايت كوين هالشي كان إجابة للايت كوين كان في خبر عن Polygon أنه عانت انقطاع على مدة ساعة واربعين دقيقة في مقال طلعا وكثير عالم حكيوا عنه ولكن طلعوا هن وصححوا هالخبر أنه الخبر هو مش Polygon وقفت تعمل بلوكس وتوقفت عن العمل لا هي السيستم اللي بيعمل الريبورتنج اللي بيخبر العالم عن البلوكس هو اللي توقف يعني مش الشبكة الشبكة ضلت ماشية ولا في مشكلة وعطينا أحد المطورين عليها عطينا رابط لنشوف كيف الشبكة بعدها ماشية وما في تأثير عليها أبتوس عم تشتغل عم تطور أكتر على الويب 3 تطور على أبتوس والشغل عليها وهذا شيء إيجابي جوجل عم تعمل مش شراكة يعني حتى ما سولانا وابتوس قالوا عملوا شراكة مع جوجل كلاود على الويب 3 لا مش هي مش شراكة هني عم يخلون يستعملوا النود على جوجل النود يعني صارت بأبتوس سولانا وتزوس عم يستعملوا هو منيح لجوجل لأنه جوجل عم يدخل على عالم الكريبتو خلالهم لهذا العالم يعني منيح الشراكة حقيقية هني عم يستخدموا خدمات جوجل كلاود يعني من هالناحية ما تفكروا يعني قصة كبيرة ولكن جيد لقوا إنه عملاق مثل جوجل عم بيفوت على عالم الكريبتو هذا شيء جيد غير هك كمان عم بيفوت على عالم الكريبتو منصات الموسيقى بالعالم عم يعمل مثل توقن لهذه المنصة للموسيقى أو للموسيقى عم تشوفوا التبنئ الداء عم يزيد يوم بعد يوم هيدا كل شيء أنا عندي إلى اليوم إن شاء الله مبسطتم بالفيديو إذا مبسطتم عملوا لايك عملوا سبسكرايب وشاركوا الفيديو قد ما فيكن مع على تويتر على تليجرام وأنا بشوفكم قريبا فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر